تنمية قطاع الصناعة وهذا القطاع كما تعلمون مشكل إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد مهما كان وقد عانى من بعض الإيمال في الفترات السابقة إلى حد أنه لم يدرج في قائمة القطاعات ذات الأولوية ضمن الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي وعد سنة 2001 وظل القطاع يعاني من عدة صعوبات بوجه المنافسة الحادة وغير المتكافئة التي يستلزمها الانخراط في اقتصاد السوق العالمي وينصح من خلال التشخيص الذي قمنا به في هذا المجال أن الشركات الصناعية لا تزال تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلية ومن حيث بيئتها على المستوى الداخلي تكمن أوجه القصور فيما يلي الخلل في الرقابة على عملية الإنتاج ضعف الرقابة الإدارية صعوبة الوصول إلى المعلومات بالغضر الكافي فيما يتعلق بالبيئة العامة للاستثمار تتمثل الصعوبات فيما يلي محدودية التمويلات وارتفاع تكلفتها العبء الضريبي ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج القصور في البنية التحتية ضعف جهاز الدعم المنافسة من الواردات تكاليف المعاملات عدم وجود علاقات بين الوحدات الصناعية تحكم العوامل الخارجية مثل التموين وآريات التعويض عدم تكريس القدرات المؤسسية لحل المشاكل القائمة على المستوى العمومي والخصوصي إن رؤية العامة وراء الاستراتيجية الصناعية تتمثل في أن سياسة مندمجة تعتمد التصدي المتزامن لكبريات المعوقات في الصناعة هي وحدها القادرة على إعادة انطلاق التصنيع بالسرعة والاستدامة المطلوبتين وهي التي تمكن من تراجع حدود الفقر برفع مستوى الإنتاج وتكثيب العمالة وزيادة الأرباح وتتمركز الاستراتيجية المتبعة حول خمسة محاور كبرى بعضها يدعم بعضا وتصب جميعها صوب الهدف الكبير والمتمثل في إعادة انطلاق التصنيع بموريتانيا المحور الأول إبراز القدرات الكاملة لتصنيع في قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة والصيد والموالد المعدنية وترجمتها على أرض الواقع المحور الثاني تحسين الجودة والقدرة التنافسية للمؤسسات وإنشاء استصلاح المناطق الصناعية المحور الثالث تنويع الإنتاج الصناعي والمحور الرابع الإنخراض في التوجه الدولي نحو توطين الوحدات الصناعية المحور الخامس خلق بيئة ملائمة تمكن المقاولين من تنمية قدراتهم وتساعد على توجيه المستدمرين نحو القطاعات المنتجة وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى زمني يعطي الوقت الكافي لاكتمالي بمفعول السياسات المعتمدة ومن البديهي أيضا أن مجمل محاول استراتيجية لا يمكن تنفيذها في نفس الوقت وبنفس الإيقاء إن استراتيجية إعادة الانطلاق التي تمتد من 2016 إلى 2020 تعتبر مرحلة انتقالية للتقارب بين الدولة والقطاع الخاص ويتم خلالها التركيز على عدد من النشاطات ذات البعد الهيكلي تعنى أساسا بالبيئة الاقتصالية المؤسسات وستمكن من توطين النسيج الصناعي القائم وتشجيع المؤسسات للتوسع في الإنتاج وتحفيز مستدمرين جدود الولوج إلى نشاطات جديدة هذه الاستراتيجية التي قدمنا اليوم التي ننظر في الأسابيع والأشهر الماضية نرى عن مدونة الاستثمارات التي كانت قائمة ودخلت عليها إصلاحات محفزة للمستدمرين الذي يرغب في الاستثمار الموريتاني كان شيء ما متردد هذه الإصلاحات محفزة زيادة على تصور عند القطاعات المعنية أعني بذلك قطاع الكهرباء والصناع والاقتصال هناك لجنة وزارية تشكل من هذه القطاعات الثلاثة تعكيف على إصدار مقرر الهدف منه هو تخفيض تكلفة الطاقة على كل مستدمير ينوي استثمار خارج نواكشوت وخارج نواذيبو يعني في الدوائل اللي خارج عن نواكشوت وعن نواذيبو كل مستدمير مستعد استثمار في الداخل إن شاء الله ربنا لا يعود فماتيها تخفيض من تكلفة الطاقة تقريبا بما يناهز 25% إلى 30% هذه أيضا من المحافزات اللي جايز يادة على الإصلاحات اللي ودخلت على مدونة استثمار اللي كانت قائمة وهاي الأيام إن شاء الله بعد ثلاثة أيام أربع أيام إذا أسبوع أقصى شي إن شاء الله لا هي لا هي تنشأ غرفة تحكيم تابعة غرفة التجارة والصناعة وزراعة في نواكشوت وهذه غرفة التحكيم كانت من المطالب اللي يلح عليها المستدميرين الأجانب وحتى المستدميرين الوطنيين وهذا ما يطمئن المستدميرين ويطمئن رأس المال كيف ما نعرف عنه رأس المال جبان وإن توجد فماتيها ضمانات تسمح للمستدمير الأجنبي والمستدمير الموريتاني بأنه استثماره في مأمن هذا من الأمور اللي إن شاء الله ربنا لا هي توطد تنفيذ هذه الاستراتيجية إن شاء الله الصناعية فيعلاً في الماضي الصناعة ما كانت عندها أولوية في السياسات الوطنية واليوم هذه الصناعة أو تطوير الصناعة عادت أولوية من أولويات السياسة الاقتصادية في البلد إن شاء الله دورنا كقطاعات مشرفة على تنفيذ هذه الاستراتيجية وكخصوصيين رجال أعمال وطنيين إن شاء الله لا هي نشتغل على طريقة اللي لا هي قد بيها تنفيذ هذه الاستراتيجية خطوة خطوة اللي إن شاء الله تكتمل عليكم ورحمة الله أنا حصلي اليوم الشرع بأني قدمت مرسوم متعلق بمزايا ومتيازات رئيس وعضاء الآلية الوطنية لقائمة التعليم وهذا طبعا يتنزل في حرص الجمهورية الإسلامية للتطوير وتعزيز اللي نقال له قضايا حقوق الإسلام فهذا ذرك معدل طبقا للقانون المادة 31 من القانون من قانون مناهض تعذيب القانون رقم 2015 034 اللي صادقة عليه الجمعية الوطنية وصادقة عليه في 10 سبتمبر 2015 وطبعا تطبيقا لهذه المادة معروف أن تم استحداث آلية وطنية للوقاية تطبيقا لهذه القانون وقائية الوطنية من التعليم هذه الآلية عندها مهام جسيمة مهام جسيمة هي طبعا تخولها مهامها لها توصل لجميع الأماكن مقيدة في حريات الهراد وفيها أي إنسان محروم من الحر يمقيد حر يجتوه جيل مراكز يعاد تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون وتقدر توصل لأماكن الحراسة وماكن الاحتجاز المؤقت ونقاط العبور ونقاط الحدودية ومناطق العبور هذا طبعا معانا مخاول الهمة إنها تقدر تلجل جميع المعلومات اللي تهمها في غياب الشهود معانا أنها مهمتها جسيمة وحساسة جدا هي تكون كيف تعد ربما طلعتوا عليه من خلال المرسوم من هارات القادم وعضاءها تكون من أذرة عشار عضو رئيس معها أذناء عشار عضو وهذه العضاء أذنين منهم من السلك البطاني للأطباء والسلك البطاني لمحامي منظمات المجتمع المجاني وشخصيات مستقلة وشخصية من التدرسة الجامعية وهذا المرسوم يوم تعلق أساسا طبقا للمادة 31 من القانون الصيفر أفع 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 الأطباء اعطبوا أفع 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 كيف أفع 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 الأطباء ما هو في المرسوم فهو تماما حسب لتعرف على الموضوع من هناك وإن الانما donc le conseil en plus des textes qu'il a eu à prendre dont tous mes collègues vous en parler tout de suite a eu naturellement à entendre et à commenter la visite que le président a effectué annäubment en particulier le meeting qu'il a organisé là bas et aussi وتقليل المفعنية نتخلق في القناة والمعاقود في التركيز نتخلق أيضا قضية العمل في القناة ربما تشغل في قناة ترجمة نانسي قنقر 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 ويجعل أعطينا بسيطة ويجعله ويجعله مفتور بسيطة وهذا يجعله أهمية مفتورة ، لأنه لا يمكن أن تعلق أكثر من المعارضة في المنزل في المنزل الآن في المنزل والمقامات والمقامات ولكنه أيضا يجعله أنه قد تقرير أكثر من المنزل وعلى قد نت لك أنت أحد الله يتحدث أن أحدهم وليس سألت أساسي وهي أساسي أكثر 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 كيفية كنبيين ويقفل أن نقدم أحدهم سيكون أولاً للمراضي أعتقد أنه يكون أهمية أهمية للمراضي أساسي خاصة كمكتبات أكثر وانتبع كل هذه نفسه لكي نظر كل شفر بلدع تلك المقبلة لكي أن يكون المعادي في دائرة في دائرة في نحن ، مجتمع للمدارة في هذه الثانية يكون قبلة وقبلة في وقبلة أصلاً أعتقد أن المفنة ليس جديد سيجعلها فإن كما تعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم موسيقى موسيقى في هذه المنزلة الآن وزيدون ما يكونون في نفسك هذا ليس في هذا المشكل لكن ليست مختلفة كانت توجد قليلاً كانت توجد حسنة بسببه للجموز لكي لا أعرفتكم أن تفعلتون بأنه يجب أن تفعله يجب أن يدفعه يجب أن يأثنون سيئة الليه يتكونون في السنان يجب أن يتحدثون يجب أن تتحدثون كما تزالى لا يتساعدت لك هذه الزيجزة يمكن أن تكون محدد كما نحن نزالى على المنزال وعلى المنزال نظام انهي نظام أن تنزال لنا بحاجة للك الهندس سيكون قد يتعامل تتحرك في هذه المنزال توجد مجال تتعرف بتعرف أنه لا يوجد يجب أن يكون كل من العامة تجب أن يكون من حالة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر فلخامك الاجنة يلققى الاجنة أعطيقية سيصنع يمكنكم البكرة لا يوجد من البدر ماهي علينا المهم هكذا هو المهم من الاجنة نحن الأن نحن لن نأخذ عنслиوئات من م지بينا ومن دعا ليس لن نحن أنشان على السنة ومن ملا The第三 way to be able to involve citizens in a management of probleme who concern them. The best way to involve citizens in a management of probleme who concern them is to responsible them for the policies that concern them. There is no better than the policies that concern them, than the policies that are close to their region, that respond to their 노pes, to respond to them problems that they pose to them. بريد volatile الأسالي بريد لا يوجد طويل المغارب في منطقة الغزق على هذه الم nerd which is aã المغارب في منطقة الغزق اكثر مغاربًا على سيطرة على مجردم التطبيق أجهل إذا أمرنا نجد طويل منطقة الغزق لطويل منطقة الغزق هذه الأساسم لتغرضت التي ستنظر هذه الأساس المغارب ستتعون في منطقة الغزق مجزنة يوجد الكثير من الأطابق ، الكثير من القناة ، الكثير من المستفحيل ، سييكون في هذه المستفحيل لتقل من تجربة المقايا ، أعتقد أنها كمتلك جيدة قد نقوم بأنها لا توجده ، لذلك ، وصحة تلك طريقة مسؤولة البيعاتية من المتحدد الصالة ويقد إلعاوه لم يكن على المنزل قبل سواجه إذا فهموا عسلوا في حالة تحديثة للمنزل قبل سواجه من هذا المنزل أنساء في هذا المنزل تزول أبدا نصنع من الغراء التي تحديثا في حالة شخصة من 10 أو 20 قبل سواجه إذا فهموا عددنا يا قنقر لم يكن لديناه كن منتعال نجال ولكننا كله نهارة لا تستيد النقم كما نحن باكاد اول مياه الهدى لنما لذيكا لنما والدين هدى لن ترتشن كما على المزل العطبية التي يكون في الآن تستخدمي على النقم مع الهدى لنها الهدى نقص Alors la meilleure façon de maintenir cette dynamique-là et de pouvoir assurer le développement harmonieux du pays, c'est de pouvoir avoir des pouvoirs sur le plan local, des assemblées sur le plan local, qui peuvent administrer l'ensemble de ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui va faciliter l'aménagement de l'intérieur et c'est ça qui va pérenniser tous les investissements et qui vont donner un sens à l'ensemble des investissements qu'on a donnés pour l'intérieur du pays. Donc c'est quelque chose d'extrêmement cohérent et c'est une phase utile parce qu'il faut d'abord consolider l'État au niveau central, mais une fois que ça atteint un certain niveau, il faut pouvoir le développer sur le plan intérieur parce que comme le disaient certains, on peut gouverner de loin mais on ne peut administrer que de près. Donc pour gérer l'ensemble de ce qui aujourd'hui grouille à l'intérieur du pays, il est bon d'avoir des institutions et des structures qui vont pouvoir prendre en charge ces questions-là. Et si cela s'accompagne de démocratie, c'est une bonne chose. Donc c'est une réforme importante qui rentre dans le cadre du projet global que le président a envisagé pour le pays depuis quelques années. et je pense que c'est une bonne chose que cette idée-là soit intégrée dans les discussions qui vont se faire au niveau des concertations. Chacun apportera son point de vue, le gouvernement apportera son point de vue, tout cela sera enrichi et j'espère qu'il en sortira quelque chose qui est bénéfique pour l'ensemble du pays. Donc ça c'est le deuxième point qui est important par rapport au résultat de la visite du président à Nemo. Le troisième qui corrobore tout cela, c'est le dialogue. Ce n'est pas la peine que j'en parle beaucoup, vous le connaissez, ça fait des années qu'on en parle. Mais en tout cas, on a atteint aujourd'hui, avec la déclaration du président, un niveau dans lequel il va s'ouvrir dans les brefs délais. Tout le monde y est invité, tous les partis politiques y sont invités, toutes les forces organisées y sont invitées, la société civile sera invitée, et naturellement c'est l'ensemble du peuple mauritanien qui réfléchira sur la façon d'améliorer nos institutions. Je pense que c'est une bonne occasion pour améliorer ce qu'on peut améliorer. C'est une bonne occasion pour pouvoir donc évoluer dans notre démocratie. Ce sont là les quelques mesures que j'ai voulu mettre en exergue, plus bien sûr tout le reste. Mais en tout cas, c'est un aspect qui a occupé aujourd'hui de façon assez importante la réunion du Conseil des ministres et des mesures vont être prises au fur et à mesure par rapport à ces questions. J'ai voulu absolument l'admettre en partage. Dada Fadl, Ben Moury Sahel Pointcom. Moi, le Président, j'ai été répliqué dans la détail que vous avez eu l'admissé par la réunie du Conseil des ministres au ministre des ministres des ministres du Conseil des ministres de l'Union européenne. Comment est-ce que les membres de cette détail à la réunie de l'Union européenne ? Merci, le Président. Le Président, la question est qu'on a fait dans le détail dans le cadre du Conseil des ministres du Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est du Conseil des ministres de l'Union européenne ? وما هو الشخص الذي يرأسه الذي يكونه هيادي والله تعيين من الوزير التجارة شكرا شكرا بدأ بالجواب على السؤال الأخير تحكيم رئيسها لا يعود منتخب هناك مكتب تنفيذي هي أصلا فماتيها منظمة غير حكومية والذات من أسوسياشن ونشئت مقرر ونشئت بعض دقاء كأسوسياشن عادية وهناك مقرر مشترك بين وزير التجارة ووزير العدل يجعل عن ذيك غرفة التحكيم عادة قائمة ولكن لمزال خاص اليوم هو انتخاب رئيس لذيك الغرفة وذلك الرئيس الذي ينتخب من ضمن مكتب تنفيذي أعضاء وفاتوا عادوا معروفين وليس بمقترح من وزير التجارة ولا وزير العدل إذن عنهم لا يعودوا أحرار في اختخاب الرئيس ولا هي اكتم عليها اختيار هذا هو اللي طبعاً معروف عن في العالم كامل عن غرفة التجارة هي هي اللي لا يتعود تأوي مقرر هو اللي لا يتعود يأوي هذه غرفة التحكيم هذا في العالم كامل في اسبانيا في فرنسا لا يتعود إلى أخيرها لا يتعود إلى خارق العادلة هنا نشوه مجدية أردان على السؤال الأول طبعاً شاركت في زيارة الرئيس كرئيسة الحزب من الحزاب الأغلبية وطبعاً كوزيرة ومن الملاحظة بأن والبديهي للمتتبع للشأن العام المتتبع لخطاب الرئيس في النعمة بأن هذا الخطاب كان خطاب متكامل جميع جوانبه السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الدينية لأن في مرحلة من الخطاب في الأخير ذكر رئيس الجمهورية بأن الزوال الله والخالب كل من عليها يبقى وجرى برجاء الكرام قال أن الأشخاص يزولوا وتبقى أفعالهم لكل أفعالي لله يخلدها التاريخ يأتي تعود إلى أفعال جيدة أفعال يذكر بها الشخص هذا من جانب التوحيد اللي معلقين على الجانب السياسي أفعالي للتساؤلات اللي كانت لبعض يطرحها والتشويش اللي كنا نسمى من هنا وهناك أفعالي للأجوبة الشافية لتساؤلات اللي كانت مطروحة فيما يعني الجانب الاقتصادي نعرف عن هناك قطاب تلموية أنشئت قطب اقتصادي في النعمة في الحوض الغربي الشرقي قطب اقتصادي في الحوض الغربي وذلك في قديماقة نقدم نقول عن هذا الخطاب الاقتصادي والتوجيهات الاقتصادية لرئيس الجمهورية الصب هي والخطاب السياسي اللي سمعناه قبل أمس فيما صب واحد وعن الآن التوجه يارض يعود التنمية الداخل التنمية الولايات الداخلية النواكشوت ونواديب وعدلهم وذلك القاجي وعدلهم والآن الولايات الداخلية يارضها زادة هي تشرك وتجبال نصيبها من هذه التنمية الاقتصادية الآن اللي تابع خطاب الرئيس السياسي المقترح اللي قدم به رئيس الجمهورية بحل مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية ينفهم منها بكل وضوح عن الاولوية راهي عادة معطية لولايات الداخلية والتنمية الولايات الداخلية اللي كانوا يمتهنوا السياسة وصيبة حقيقية ويهمهم تنمية ذيك الولايات الداخلية أراهما جبروا فرصة للمتهانهم لهذه السياسة بصيفة شفافة ونزيلة اللي كانوا يمتهن السياسة إياك يعودوا متواجدين في النواكشوت ودورهم لا يعود اللي كان دور تشويش أراهما الرواية لا يتوقف هذا اقترح له يوقف ذاك النشاط على حده ويعود المنتهنين ذيك السياسة هم اللي لا يعودوا متابعين أمر المحلي لا يعودوا متابعين ذاك اللي يطلب اللي يطلبوا لك الشعوب من التنمية ومشاكلهم الحقيقية اللي هي تعود متابعاً قرن هاي الأقطاب التنموية اللي انشئت في هاي الولايات الثلاثة وهاي التوجهات الاقتصادية اللي بتوجهينها الآن طبعاً كلها تصب في دعم وتنمية تلك الولايات إذن اجتماعياً الرئيس في خطابه في النعمة طرق البعض من المواضيع اجتماعية اللي طبعاً زادة هي لا بد من انطرحلها البال ولا بد من تدعم توجهات اللي اعطانا واضحة ثم كصحفيين تعرفوا عن ذيك المواضيع اللي طرق لها الرئيس امور حقيقياً نعيشوها يومياً وزادة هي لا بد من تشرك في هاي الاصلاحات اللي مقيوم بيها إذن وحتى أمنياً لأنه طرق من بيكة الأحواش على بعض من والله زادة رد على أسئلة بعض الصحفيين بيك الردود زادة هي شافية اللي كان يتساءل ويطرح التساؤلات حوله وقال عن طبعاً رداً على سؤال أحد الصحفيين قال عن النظام البرلماني لا يليق بموريتانيا ولا بالشعب الموريتاني إذا عاد يليق لبعض من الدول ولأنه سامينه موريتانيا ما يليق لها هذا أرى أن تأكدنا منه أنه هو توجه الرئيس وهو هو اللي كانت بعض التساؤلات والله زادة التشويش يجعل أنه كان لازم توضح هذه الأمور أعطم اللي جواب والله رد على سؤال أحد الصحفيين والله ذكر به عن بيقة الحواش عنها ميذال حي للين قالوا محاربة الإرهاب وهذا اللي متأكد منه كاملين أندي في المنطقة شاسعة وكانت كانت مفتوحة للي يبقي كامل ليقوم بعمليات غير عمليات بعض إرهابية الآن نعرفو عن نيك المنطقة ما يقد يتحرك فيها شسوه وشنهوما حالا تم ضبطه وعلى سبيل المثال هذا الأسبوع الماضي كيهما تعرفوا فم جماعات مهربة للمخضرات دخلت اللاربع كيلوات في حلود الموريتانية تقصف علي المسافة وتبارك الله تم القبض عليها إذن خطاب الرئيس نقدم نقوله عنه خطاب متكامل أفكار متسلسلة ينمع نظرة بعيدة للبلد وطموح كبير للبلد والشعب الموريتاني ونواجبنا كاملين كموريتانيين عنه نصبه في دعم الأفكار اللي وجهنا لها الرئيس وإن شاء الله ربونا بعد أسابيع ثلاث أسابيع أربعة أسابيع حسب الوقت اللي يطلب له نصبه كاملين حول ذاك الحوار اللي إن شاء الله لا يفتح اللي مارك فيه عنه يدخل في الشأن السياسي دورا لا يشارك فيه ولي ما زال مقدجي دورا لا يعقب يظهر له عنه موريتاني أمورها ذاكي تم دائمة تشتد أخبارها في الحوار تم الشعب موريتاني ناقش أموره فيما بيناته وذاك اللي صح الموريتان وليطب الموريتان هو اللي ندعم إن شاء الله كاملي من أجل الاستقرار من أجل الأمن شكرا 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 سيدة الوزيرة بما أنكم لن تعليمها فخارج لأن من رح سوال خارج موضوع شوية عن اللقاء شماعكم آخرا بالسفير المملكة المغربية وزير الخارجية هذا اللقاء تحدث عن أنه جاء على خلفية اتقال بعض المتهمين بتزوير الأمر الملكانية واكتهام المغرب الوقوف ما صحة هذا الأمر وما مختلات هذا اللقاء وهل كان اللقاء احتجاج فينا شكرا شكرا زميل العزيز هل قلت عاري من الصح أنا فعلا استقبرت السفير المغرب وتعارفون أي وزير جديد يؤدوه بعض ضلوء السفراء فشين قالوا زيارة المجاملة والتعارف وهذا ما متعدل لطالي استقبرت ساقو السفير المملكة العربية السعودية واستقبرت ساقو السفير طالي كويت شكرا ما تعدلنوشتماع تعارفو الكويت شكرا السفير الموزتماع حصلت امسى الشكر أن نساله إساقيا بالأسسنة المورطاني على سريك كانت لا توليتا قد قد ستركني إذا كانت نساء السكونة صحيحουν موسيطو الآن يسمى أنه صحيح الثاني إلي قد وقليل دوري حاليا التعسسل هو الطقليل امسى قد ستركني والعقال المراني قلت اليوم أenthاني وatti أن يكون على الوحلة بالمّنية فهدوا قالت لم تكن طيلاً أمسى劑 موسيطو الرئيس قد يساقطة لا يمكنه أن ينقل أنه ليس لهذا ولل هذا المقبل وهو يحب كل ما الشيئ الانسى ينتهر نفسه عدد حتى من قبل الحصول التالي نفسه هذا هو السبب أطلب من الر hexادتهم هي الأساس التالية الموليتاني معناو، والموليتاني، معناوية؟ هل سمائنات على الموليتاني يزد في الموليتاني ضد؟ نهاية العقل سيدة الس حولة سلسولة سنسولة أعداد السنسولة أنه ما يخبرو أن ين تكون متوفرة في المنظمة طوان أيضا في هذه المنظمة في照 للعدد من المنظمة إذا كان المنظمة في المنظمة سوف يكون لنا يكون لنا هذا ينتهي ما هو حدث في مطلع الحالي. إذا فباركو لديك المنزل سنة من سنة المجالات ستكون أمين لم تعطيحين. ثم دولة العالمية لديك الملك المنزل مجالية. الأمريكو الذي ينتهي من المنزل ولا ينتهي، سيكون لديك المنزل السنة. وَلَهَا يَعَنَيَهَا يَعَنُ قِدًا وَمَقِنِى اللَّهِ وَجَهَا يَعَنَيَا وَمُقِنِنُونَ وَبَاتَا إِنِكَوْمُ عَنَيْهُ مِنُوْلِهِ بحثة ايماني وَاتِ لَيَهَا يَعَنَيَا وسَيْتَنِينَ كُسِ حَمْتَ قَدًا يَعَنَيَا مَا بِيَا محتمينٍ بالتأثنين كلمتان لسولة جدي أصف المترجم للقناة 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 جهرب يأتي بشكل تلك ، يترجم أن هذه المتحارات أولاً يعيش سيتم من أحضاره نحن سوف نمتحه بشكل محولًا ، نحن نحن نمتحه من ملتحه بشكل أعضاره نقوم بشكل دولة في المنزولة في المنزولة التي لا تشاونا دائمًا ولا نحن 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 نتحقه من نحن 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 نصفه كما أضحى، فالمسل أعلم عن المدين، لا يوجد سعيد عن المدينة في نفس الوفاق، لا يوجد سعيد؟ ماذا يوجد بديم أطار لي أحدثت، الم مهمة فره ما في المساعدة في المدينة في مدينة في المدينة من المدينة في المقامة، اسم وجههم، ليس هناك أسدادهم من أهداف مجيزة. نحن 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 نجد لديهم المحيين. نحن 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 على أخراج كمس محاولة. أخرى أضمن من أعطان. أخرى أعطان ، وما تقول أعطان بالتعبير، لكن نحن لا تفعلق بالمحاولة من أطاق المكتابي الآن. ما هذا يملك؟ نحن لا يتحدى فيها الإطام الملعين المقامل من أطاق الوطن. لكن المثاليناقلي المنزل منه لا يمكن أن يكون قد يمكنك الإخابة وقت وتسلم ورصمه. غ effortنا أيضاً لهم أجربة تسلم وقال يفعلون وإنساءه جاهز يومية نأيوم، لذلك يجب أن نوستطع في العن الخاصة. كظيف ينظرناهي الفيارات تسلمة في النهائق جداً بالنزل. التي lutت مثلنا في ترروريش ولكن لا نحن نتعلم بعض الدخول نحن نحن جدًا لكي يتحقق لكم توجد التأكيد عن الناس المتحدة بيننا وفرق المنزل احسن؟ اليوم بطلاق السيد الرئيس في خطاب والنعما طرق المسألة بين قوسين التكاثر العشوائي واعتبرها عائق بسبيل التنمية بعض الشرائح قالت عنها معنية بيها وبعض الناس ما فهم قاع لشنو معنى ننتهز الفرصة بسكن الناس بسكن الحكومة نسق لكم عن ما معنى خطاب الرئيس خاصة ما يتعلق بالتكاثر الاجتماعي اللي وصفه وصفه أخرى راه هي وردت في الخطاب سؤال الثاني الحوار أكد رئيس الجمهورية عالي ينطلق في أربعة سابع للأكثر نفهم هون عن خلق تقارب ما بين المعارضة والأغلبية والله هو قطار اللي راكب وراكب واللي بقبقى شكرا سيدا الرئيس مع الوزير رئيس الجمهورية في خطابه في النعمة قال بالحرف الواحد أعلنه ما هو لا يعد عايق التطور الديمقراطية في موريتان منظر يكان هذا يستشف من خلاله أعلنه ما هو لاهي يترشح المأمورية ثالثة ولو لا عادل لي جل الموريتانيين يختيروا يترشح لها يكانكم هذا فاهمين معايا يكانوا بصورته هذه والله يكان فهم شي قدي عودة بعد ذا لاهي نبدل بالسؤال الأخير فعلا أنه رئيس الجمهورية كيف تعرفه قال أنه قضية المأمورية الثانية والثالثة المأمورية الثالثة والقضية التطور هذه فاتة يشاوب عليها شواب قاطع المؤذي بو بيهلو قاد يكسا أنه لا يجاوب على هذا القضية اللالفين وتسعط عشر مرحب مضابطين ذاك جواب الله هو اللي اللي هو اللي مساء بيهلو يومه هذا هو قال يومه ذلك خطابه أنه ما هو لاهي يعطي شيء للناس يشفي غليلهم هذه القضية ترطور دسمعتوه قال مرحب الله يقول لهم أنه ما هو لاهي يراه فيه ذاك اللي دوره ما ذاك اللي دوره ما فاته راب الجواب الحقيقي ذاك اللي قاله هو أنه لا يجاوب معلي فالفين وتسعط وأنه لا نتضر بالنسبة لقضية هذه القضية اللي تحدثت عنه هي قضية التكاثر العشوائي ويسميها لبعض قلة تنظيمة النسل هذه قضية مضروحة في العالم وحتى من ناحية الشرعية لمجامع الفقهية قد اجتمعت فيها وتم يتعرفون أن فيه بعض الدول ورق ما هو سامح ما هو بال الأسرة من يجد عليه الشير واحد يحاكمها يعدلها محاكمة لأن نحن هنا وهذا تعرفون وهذه موجودة في جميع الشرائح جميع الشرائح مريتاني كانت فيها فعلا نقدر نقول لها عبث والله فوضى وسرية ولا زالت موجودة بحيث يعود الرجل الواحد عنده في كل الزر من الدشرة والسرة ومجموعة من الأولاد يعود تقريبا عنده عشرين ولد هذا كان في ذلك هذا كان في ذلك الفترة اللي كانت الأمراض ما هي خالقة والعصابات الجرامية ما هي خالقة والعصابات الارهابية ما هي خالقة والتعليم متوفر والعمر متوفر والحياة المسيطة كان هذا بقبول يغير الرق المريل اللي عادت العصابات الجرامية تلوذل للناس لأولاد المشردين يتوظفهم في الارهاب وتوظفهم في المخدرات وتوظفهم في تلوصيص وعادت الأمراض ياسرة ولهذا قدر الناس تسيطر عليها والتعليم ما قدر حد يسيطر عليه عاد الحقيقة هذه الناس اللي قاعدة تنجب من جميع الشرايح ولا همت حملة مسؤوليات أولادها هي تزيد الأمية كل يوم في الشعب وتزيد فيه المشرمين وتزيد فيه الإرهابيين وتزيد فيه المعوقين وتزيد فيه المرضى وهذا الحقيقة يتحمل الدولة ويتحمل الشعب وعايق فعلاً في سبيل التنمية لذلك الدول المتقدمة تعرف الله تعرف التواكن متوائم بين معادلاتها الاقتصادية وإنتاجها والله يجبون من لولا وقلت لك مع المجامع الفقهية فهاتد عاتل وهو ينقال له نوع من تنظيم النس لأن الناس الدول الإسلامية يغضتها نظم نفسهم يعود قال الإنسان يعود عندهم من الأولاد الذي قال يعتنى على تربيتهم قال يعتنى على صحتهم وقال يعتنى على تعليمهم وقال يعتنى على حفظهم من العصابات الإجرامية ومن العصابات المخدرات هذا فعلا نبه إليه رئيس الجمهورية ويلطعوا الدور المثقفين والعلماء والناس فل يلطعوا لهذا لأن هذا إصلاح اجتماعي والناس فل والدول فل انتبه لهم والآخر مدة انتبه لهم وإذا هم موجود حتى السيني قال والدول فل فيها منظمة فيها هيئات المجتمع المدني تدعوا تنظيم النسل بحيث الإنسان يسوى الصقاعد لا عنده حد عنده الأسرة واحدة بكل الاتشرة والله ستة والله عشرة والله عنده مجموعة أسرة فعلا يا الله الناس يتنظى من أسلها حيث يستطيع السيطرة لأولادها بأن الأولاد عادوا يبغى لهم منوع من الحفظ ومن الرعاية ومن الصحة ومن التعليم وحد ما يولد حد عنده ياسر من الأولاد ولا هو قاد يستطيع السيطرة عليهم حد عنده دخل محدود عنده بيت واحد عنده عشرين أولاد معناته أنه أولاد الناس يسلمهم من الإصابات وهذا فعلا نبه عليه في الكطاب تنبيه خفير كغير رياضةنا نحن يا الله المثقفين ويا الله العلماء ويا الله الناس تعود عندها عيد ثقافة وهذا المصلحة الموليتاني الترميز الموليتاني وحد ما شعر الموليتاني إلا كثرة كثرة عادة أهلية ملايين من الأميين ومن المرضى ومن المعوقين وضمن التجارة المخدرات وضمن المنحارفين أن هذا لا يقدم البلد هذا ما هو صحيح هذا ما يبدل لي تقدم البلد البلد اللي يقدم الكوادر والناس المتعلمة الناس الأصحاء الناس المستقيمة الناس المسؤولة هذا هو اللي يتقدم به البلد يغير هذا الشكل من الناس يسوق يغلق عايق في سبيل تقدم البلد ولا يبدو الدول رواندا اللي مثلا بعثرها واللي عدد ليه هو عبارة عن شيء من الأبناء المشردين اللي استخدمتهم المتمردين ودربوهم وعلنهم يفتكوا في المجتمع وعرض يبقر البطول الإعليات وكتلوا الناس وشوفوها لأنهم عبارة عن شيء من الأولاد المشردين اللي استخدموهم وهذا موجود أن الدول رركة كلها من تبها لهذا هذه القضية اللي نبهها يا رئيس الجمهورية مهمة ويغلت أن نتبهولها وهي الحقيقة يغلتها تعود المثقفين فريد أن نتبهولها وهي مصلحة موليتانية وهي مولي استقرار موليتانية واليابطية يخرج بها بالأسوال موضوع الحوار أنا رأي عن الكلام الذي يصير رئيس الجمهورية من واضح الحوار لو أربع السنوات وهو ينتظر ليه الناس اللي كانت والله للسنوات هي تندعاله والرئيس هذه ما هي أول دعوة للحوارة دعاله عدة مرات وظاهر أنه عاد لاحق وينطلق وفعلا له تبدأ الترتيبات لانطلاقه وبعد أربع السابع كيف قال سيدة الرئيس الجمهورية له ينطلق وظاهر يعلن اللي لاه يشارك فيه بداية انطلاقه مفتوح للباب واللي لاه يلتحق به مفتوح للباب واللي مولي لاه يشارك في نتائج والله الذي يضبك عنه اما الالتحاق به بالله لاتحاق به الرائد مخارجة والله المشاركة واستثمار نتائج واستغلالها اشكركم والسلام عليكم